السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة اي ام اس بنوضح الكلام عن برنامج يعتبر برنامج خرافي وهو برنامج سناب سيد الصادر من شركة جوجل وصبت عديد صور وضوفت تأثيرات عليها بشكل غرافي الصفاحة اه يعتبر زي مرمج الجراف اكسل العالية زي الفوتوشوب بالبداية هنختار الصور اللي هنشتغل عليه والبرنامج سمح لنا ان احنا نختارها من اكتر من مكان سواء من على الموقع السحبية زي وغيره او من على جهاز او حتى من على جهاز ناسو يعني من اي مكان احنا نختار الصور اللي هنشتغل عليها عشان نبدأ نعمل عليها التعديلات بعد كده هنبدأ نتحكم في الصورة نحرك هايمين وشمال زي ما احنا شايفين من المربع اللي في اسفل يسر الشاشة ونبدأ نحركها في كل الاتجاهات بالاضافة ان احنا منكبر الصورة ونصورها بعد كده هنبدأ تعديل على الصور فهو البرنامج مبتاح لنا ان هو حطت لنا آآ بعض التأسيرات الجهازة زي ما هنشايفين مقرد بس ونضغط عليها بيغير لنا شكل الصورة والتأسيرات اللي على الصورة كلها كاملة تماما زي كده بعد كده هنخش على القائمة بتاعت او زي ما احنا شايفين ودي فيها بقلان هائية من اول خيار هو التعديل على الصورة على الوان بتاعت الصورة وتقدر تعمل بشكل اوتوماتيك او بنفس القائمة لو ما تحط ايضاك على الصورة وتبدأ تطلع بالقائمة الاعلى واسفل وكل اوتوماتيك بتختاره عشان تغير في القيم بتاعته بتروح يمين ويسر زي ما هنشايفين سواء في البرائتنس في الاضاءة نفسها في ضرقة شدة اللون او الاضاءة في زيادة اللون نسبة لون عن لون تاني زي ما احنا شايفين بالظبط كده بعد كده الوش التاني هو ودي طبعا فيها خيارات بتبين الديتلزي بتاعت الصورة اكتر بعد كده وتقدر يجيك اكتر من اكتر من او اكتر جاهز تقدر تسالي او بعد عليه بنفسك زي ما احنا هنعمل كده تعديل في الكل في نفسه حسب ما انت شايف وتقدر كمان تعدل في الون معين سواء في الاحمر او في الازرع او الاخضر تخفف تتقل حسب ما انت شايف في الظبط اهن افضلك كمان في صائمة كمان في الكروب تقدر تعمل الكروب للصورة سواء او مقاسات هو محددها لك حسب الشاشات الاجهزة او حسب البرامج زي انستجرام وغيره هادي كده الفريق اهوط بعد كده نقدر ندور او نعدل للصورة بالزاوية ما احنا نعزلها زي ما انت شايفين طبعا اي حركة انا ممكن اعملها او عملها ارجع خطو الورا عن طريق اندو زي ما انت شايفين اعدل طرقات تاني خلط تاني اعدل برضو عن طريق القيار ده ان انا اغير هذا الصورة نساعة وهو يكملي بشكل اه تلقائي لقيت الصورة اللي عن طريق السمارت انه يكمل ياخد اجزاء من الصورة ويكمل عليها كده ارجع تاني للاساس برضو فيها وهي ان انت بتزود في مساحة الصورة من جميع الجوانب وهو بيعملها لك برضو بشكل سمارت بحيث انه يكمل لك الصورة على حزب الخلفية اللي موجودة وقارة خلفيها موجودة طبعا ساعات ما اكتباش ما اكتديش نتائج اكيدا ولكن ساعة بتستخدمها رتطلق بيتا جدا بعد كده في الاوبشن ده اوبشن جميل جدا بحيث ان انت بتعمل بوينت في مكان معينه تدي اطراحي مين ويشار عشان تدي او في المكان او في البقرة او في النقطة اللي انت حدها تدعى تضيف اكتر من النقطة وتدعى تحركها بعد كده وتفتح وتغمى زي ما انت شايف عشان تغمى في مكان معين شو اما لما بقى بحركها بتأسر عن النقطة اللي موجودة فيها دي لاتي انا عملت تغمي اهل تي شيرت نفسه لو تلاحظه في اي لحظة الايكون اللي اهتكت عليه حايديني اصل الصورة والتعديلات اللي ده حصلت فيها عشان اعرف ان وصلت لحد فيه كمان البروش دي ادابة مجيزة فيها اكتر تغمي اماكن معينة تفتح الاضاءة وغيره غيره من الموجودة فيها زي ما انت شايفين انا بحاول اختر كل الاضاءة الموجودة واثربها لكي انت بعرفين الفرق بعد كده بعد تجربة انت احطها في الفرق وايس طبعا اي دي الفر المبادئة المجدد نرجع تاني بعد كده ده بوضع اوبشن كبر كل ما كبرت الزورة وزومت تمام هتاخد نتائج اعلى واضق دهب مع نصح اول مطال بساطة يشلك انتفاهات الموجودة في وش الشخص اللي انت تشتر عليه يشيل اي عيوب موجودة دمش حسنة اي امكان شو سم بتسفيد بيها في الصور البونتري صور مش خاص وبتبدأ تكبر متصغر وهو بشكل تلقائي بياخد شكل بجلد زي ما انت شايف او بياخد اعرب لون ومنطقة جانب بيها بالزبط وطبعا كل ما زونت كل ما كانت دقت البوينت بتاعك ادق كل ما بعد كل ما كان البوينت بتاعك كبير وممكن يديك نتائج اقل دق زي ما انت شايفين اطبعا اطبعا اطبع اطبع اطبعا اطبع اطبع نفسي وبيبقى فيه اكتر من خيار وكمان تقدر بالقيمة تعدل عادة تلزل بتاعتها كل واحدة بالنسبة اللي انت شايفها مناسبة لك. حسبكم شوية مع التأثيرات حاولنا نتصفحها بسرعة بقية التأثيرات حاولنا نتصفحها بسرعة وتشوفو الفرق. ما بين كل التأثير والتاني. طبعا ده ده برضو من اهم من اهم التأثيرات الموجودة في البرنامج وبيدي شكل غرافة للصورة في حالة انت استخدمتها بطريقة صحة. وديت له نسب مهينة. ما تقصرش على الصورة. طبعا انا سيبكم تكاملوا بقى بقية التأثيرات. حاولنا نتصفحها بسرعة كده. عشان ما تقلش عليكم برضو الفيديو. زين مهينة. نازلنا مرد ومستعدت التأثيرات كلها اللي موجودة في البرنامج. طبعا برنامج تأثيرات كتير جدا. وبرنامج متعوب على الصراحة. وكفانها من شركة جوجل. يعني دعمها شركة جوجل. طبعا في اثنين موجودين. ما بيشتغلوش مع. لما يكون انت مصور. اصور الشخص بطريقة وبشرة. يبدأ يعدل عليه. يبدأ يوسع العين. وده يلبق. وسع الاقتسامة. وغير وغيره من. وده هنتطرق لها لوحدها في حلقة تانا ان شاء الله. طبعا في بلور مود برضو. زي ما تحطو فين تشايفين هوات. نقدر نوسع. الدايرة معها. وهذه الفارحة. اوات. اعضفت التأثير عليها. طبعا انت تقدر تعمل تولية ريانية. زي ما تحطف تلات السورة الثانية. تبدأ تحطها في مكان معين. وتبدأ تشتغل وتعمل عليها ماسك كمان. كمان في الخصوصية التاكست هم محطين شوية التنبلات للتاكست. فعلا غرافية. تقدر تعدل عليها. وطبعا كمان نحضر ناتفريم. وكده يمكن يوقع احنا بشتغلنا خلاص. على كمية الاشياء الموجودة. بعد كده تقدر تعمل سيف اكسبورت. تعمل شير او سيف از. تمام. بحيث انه يعمل لك نسخة طبق الاصل معدلة ويحفظها لك هالجهاز. وفي النهاية سبحانك الله وبرحمدك. اشهد ان الا اله الا انت. استغفرك وادوب اليك. السلام عليكم واتلا ورحمة الله.